بعد حملة تراشقات كلامية بين فرقاء السياسة والتوجه يدخل لبنان في صمته الانتخابي السابق لعصفة الانتخابات البرلمانية التي ستجري غدا الأحد فللمرة الأولى منذ عام 2009 سيتوجه اللبنانيون إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان وذلك بعد تسع سنوات على آخر انتخابات أفرزت انقسامات سياسية حادة شهدتها الساحة المحلية لا مكان للمستقلين في هذه الانتخابات حيث أجبرهم قانون اللوائح المغلقة على الانضواء في تشكيلات لا يجمع بينها أي برنامج سياسي مشترك وفي موظم الأحيان جمعت بين أباضي السياسة حيث تراجعت ثنائية الرابع عشر من أذار والثامن من أذار التي حكمت المعادلة السياسية في لبنان طيلة سنوات لصالح تحالفات يصفها كثيرون بالهجينة وغابت معها العناوين السياسية الخلافية التي قسمت لبنان منذ عام 2005 كما أن القانون الجديد للانتخابات يمنع الناخبين من اختيار أسماء معينة من اللوائح أو شطب أخرى كما اقتضت العادة بل على الناخب اختيار اللائحة كاملة وبموجب القانون الجديد تشكلت للمرة الأولى هيئة إشراف على الانتخابات تضم ممثلة واحدة عن المجتمع المدني ما لبثت أن استقالت من منصبها يوم العشرين من نيسان الماضي احتجاجا على عدم توفير الموارد الضرورية لتمكينها من القيام بمهامها ويقسم لبنان وفق القانون الجديد إلى خمس عشرة دائرة انتخابية يتراوح عدد المقاعد فيها بين خمسة وثلاثة عشر مقعدا ويحدد عدد المقاعد في كل دائرة بحسب التقسيم المذهبي كما أن عدد أعضاء البرمان يبلغ مائة وثمانية وعشرين نائبا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ويبلغ مجموع الناخبين المسجلين في لبنان نحو ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ناخب الخلافات السياسية والتجاذبات الإقليمية للبنان وتقاطع المصالح الدولية وفوق ذلك كله أزمة الجار السوري كل ذلك عوامل ستجعل مفرزات الانتخابات الحالية مغايرة للانتخابات التي حصلت قبل ما يقارب عقد من الزمن